لو كان هذا الكلام صحيح بأنهم حرارونا ولبسونا وعملونا لا إحنا أول ناس اعترفنا بهذا الشيء نكون صريحين إحنا ما عندنا نكران للجميل وتاريخنا يثبت هذا الشيء اللي يبي يطلع على تاريخ الكويت وتاريخ الكويتيين المحدود يعرف أنه هذا الشيء مش موجود على فكرة عندنا حاول البعض أن يظهر عرب الجزيرة العربية على أنهم بدوا رعاة غنم ومش عارف إيش وكأنها هذه سبة هذه مش سبة هذه أساس الكون يعني ما أحد انولد دكتور ولا أحد انولد ساكن في قصر كل الناس بدت بجحور بمغارات عاشوا بخيم ببيوت منطين الحياة تبدأ بهذه الطريقة إحنا مش ذنبنا كعرب الجزيرة العربية أنه الاستعمار ما استعمرنا لو كان الاستعمار ما استعمرنا مثل العراق ومصر وسوريا ولبنان كنا الآن في شوارع وطرق ومحاكم وقوانين إحنا ما أحد استعمرنا تركون في هالصحرة قاعدين بخيم وبدت الحياة تتطور لو ما طلع عندنا نفط كان لغاية هذه اللحظة ما أحد يعرفنا ولا حد سأل فينا هذا الكلام ليش يزحل إذا كان كلام حقيقي وتاريخي ليش يزحل يعني إحنا في الكويت نتكلم على الكويت الكويت كلنا نعرف أنه بلد هجرات من إيران من العراق من الجزيرة العربية من كل من اليمن بلد هجرات طيب هذه الهجرات ليش تيجي لكويت أكو إنسان يترك بلده ويروح لدولة أو لمكان فقير لا الكويت كانت بلد خير وفيها خير اللي يجي يقولوا أن هذولا كانوا عايشين بفقر إحنا مرينا بمراحل فقر مثلنا مثل كل العالم لكن الكويت مش غنية وأن صارت دولة بعد النفط لا الكلام غير صحيح الكويت من قبل النفط كان عندها تجارة وعندها أسطول التاريخ يذكر أنه كان ثاني أكبر أسطول بعد الأسطول العماني تعدى فوق السبعمية سفينة كانت تجوب تروح أفريقيا تروح الهند تروح السن تجيب تجارة وبضايع ودنيا وتشتغل في التجارة في أحد المعاهد الخاص في الأزهر الكويت متبرعة لبناءها سنة 1919 في مسجد في بريطانيا الكويت تبرعت في بناءها قبل النفط بيثلاثين وثبعين سنة المدارس اللي افتحت في الكويت قبل النفط بعشرين وثلاثين سنة فبعثة المدرسين اللي وصلت الكويت قبل النفط فاللي حاول يعتقد أن تقليل من شأن الكويت أن الكويت صارت دولة بسبب النفط لا النفط زاد الخير لكن رغم ذلك الكويت ما قعدت وقالت مين ساعدنا مين ما ساعدنا نعطي فلان ما نعطي فلان لا الحمد لله أياديها بيضاء على كل العالم أجانب وعرب يعني هذه حقيقة بالنسبة للموضوع سؤالك عن موضوع المصريين والله العظيم أنا ما عندي مشكلة شخصية مع المصريين وأنت يمكن شفت الموظفين اللي عندي مصريين الموضوع الموضوع ما لا علاقة في جنسية الموضوع واضح جدا أنا من النوع اللي عندي هواية القراءة وكثير أبحث عن المعلومة أحياناً يكون بعض المعلومات خاطئة من مواقع رسمية يعني مثلاً تأخذ معلومة من موقع وزارة موقع الوزارة مسجل للمعلومة غلط ألاقيها بمواقع أخرى أدق لكن ما أقدر أعتمدها أضطر أعتمد المعلومة مالة الوزارة لأنها هي المرجع حتى لو كانت خطأ هي المرجع كوزارة هي تتحمل مسؤولية لكن موقع غير معروف حتى لو معلومات أدق أنا قاعد في بلدي أيام الاحتلال أنا وزوجتي وعيالي فدائماً اللي قاعد في بلده تحت الاحتلال يكون يراقب كل العالم لأنه يريد أن يرى من اللي رح ينقذه فكنت أتابع كل شيء يحصل في العالم من أخبار ونعرف كل اللي قاعد يصير ماشي نعرف الأسباب اللي بسببها صار فيه تفكك عربي ونعرف الأسباب اللي صار فيه بسببها استدعاء قوات عربية لكن الحين أنا خلي شخص مثلاً يجي يسألني أو أنا أبي أسفل شخص معين أنتوا ما شفتوا اللي إحنا شفناه إحنا اللي قاعدين في البلد مل لبغة البلد اللي قاعد في البلد فيه من جميع الجنسيات في البلد كان فيه مصريين طيب جيبوا لكم مواطن مصري ثنين ثلاثة أربعة ورشح لكم أسماءهم لأنه كانوا فيه اتصال بينهم حتى أثناء الاحتلال خليه يقول لك متى شاف الجيش المصري في الكويت مو أنا اللي قاعدة تبلغ الكويت ترى كلها الكبر سنة التسعين ما كان عندنا هذه المناطق اللي الآن اللي إحنا كنا كنا ملمومين في طرف واحد فاللي كان يدش مدينة الكويت وبعدين أنت قاعدت تكلم عن جيوش أعداد مهولة فكنا نشوفها وكلهم في المدينة ما نتبلغ على أحد ولا نقلل من قيمة أحد ولكن لما يأتي واحد يحاول ينسب كل شيء لنفسه هني نقول لأستوى وقف لأن هذا تاريخ نقدر دور مصر نقدر موقف رئيس حسن مبارك نقدر مواقف كل الدول اللي وقفت معنا وعلى رأسنا من فوق وكل سنة في وقت ذكرة الغزو أنا أنشر بصفحتي شكرا في الفيسبوك أحط صور كل القادة العرب والأجانب والرئيس المصري من ضمنهم والرئيس حافظ الأسد من ضمنهم أكتب لهم شكرا تقديرا مني كمواطن كنت عايش تحت الاحتلال لدورهم ولكن لازم نسمي الأمور بمسمياتها نجي نتكلم هذا حين خلاصنا موضوع حررناكم كلمة حررتنا معنات أنك أنت اللي تصديت للموضوع وهذا كلام مستحيل يعني في قائد القوات العربية المشتركة في وقت الاحتلال الأمير خالد بن سلطان كان نابو وزير الدفاع وهو قائد القوات المشتركة ما هو حاط بالصفحة الأولى في كتابه مقاتل في الصحراء لما تلقى خادم الحرمان الشريفين الملك فهد الاتصال وعلم بأن الكويت احتلت فقاعد يذكر شنو صار النقاش فيقول كانت القوات العراقية في ذلك الوقت تعادل واحد إلى خمستعش بالنسبة لقوات دول الخليج واحد إلى خمستعش لو استدعينا القوات العربية كلها مصر وسوريا وغيرها ستصبح القوات لا قال لو الجيش المصري هذا مكتوب الكتاب بس ما عليش أنا أنقلك بالذاكرة لو جيه الجيش المصري والسوري ستكون القوات واحد إلى سبعة مع العراق فلو جبنا الجيش المغربي وكذا رح تكون القوات واحد إلى اثنين إذن ما زلنا لا يوجد لدينا قوة عربية قادرة على أخراج العراق من الكويت هذا كلام قائد القوات المشتركة رجل عسكري مش كلامي ليش ما حدا من القادة في مصر تصدّاله ورد على كتابه وقال لا لا احنا الجيش المصري العظيم قادرين ننهي العراق لا خلونا نعترف لأننا بنعلم أجيالنا بنعلم عيالنا ما يصير نعلمهم أكاذيب وبعدين يتفاجأوا لو حصل أي شيء بأننا نخدعهم طوال سنوات القوات العراقية في ذلك الوقت كانت قادرة على ابتلاع الجزيرة العربية كلها ولو كان في حدود بينها وبين مصر وتوجه إلى مصر لا بتلحن لا نضحك على بعض مين كان في عنده مليون جندي في سنة تسعين مليون مين كان يملك أربع آلاف وسبعمائة دبابة في سنة تسعين مين كان يملك أكثر من ثلاث آلاف صاروخ سكود في سنة تسعين إمكانياته بعدين هذا إنسان الوحيد في الدول العربية لما نقول خاض معارك العراق مش مصر لأنه هو خاض معركة واحدة مع دولة قوية مثل إيران ثمن سنوات متواصلة قتال دموي مش حرب استنزاف ولا حرب لمدة أربع تياب ولا سبع تياب ولا عشرين يوم ثمن سنوات مات منه مليون أو مليون ونوص عنده ضحايا حربة مع إيران فطلع بقوات جبارة تيجي تعايرني أنا الدولة الصغيرة المسالمة وتستزغرني وتستهزع فيني العراق احتلك والعراق لو لا نه ده لو كنت طيب ما العراق لو كان جنبك كان بلعك أنت كمان ليش الجنون العظمة اللي ما شفنا من ثلاثة وثلاثين دولة وقفت مع الكويت إلا من مصر هذا النقاش الموضوع ليس مختص بكره الجنسية لا نحن قاعدين نوضح معلومة هل تتوقع أنت أنه أنا راح أسكت لواحد سوري قال لي هذا الكلام لا لكن ما حدا قال لي العراقي اللي هو عراقي احتلني والله ما عايرني قد ما عايرني المصري والآن اللي قاعدين بالفيسبوك عندي بالصفحة يردون على المصريين هم العراقيين نقولونهم عيب عليكم تقولوا هذا الكلام عيب إذا أنت تدعي أنك أنت رجل قوي وساعت إنسان ما يجوز تقعد الذل في 29 سنة عملتكم وسويتكم يعني السؤال من هو اللي يملك الحق أن يقول حق أي مواطن كويتي احنا علمناك الفلسطين طيب الفلسطين ما هو كفت فضنا بالغزو طيب ليش أنا أذكر لهم هذا الشيء لأنه حقيقة ما أقدر أنكره هم لهم فضل على تعليمنا مش المصريين مع احترام الشديد لأي مسؤول في دولة الكويت يقول عكس هذا الكلام احنا ما كان في بيننا اتصال بيننا وبين الأشقاء في مصر كان في بيننا بحر كان الاتصال بيننا وبين دول الشام لأنه نروح لهم عن طريق البر ويجوا عندنا عن طريق البر المصريين ما كانوا يجوا لكويت فلسطيني كانوا بالكويت من الثلاثينات وكانوا الكويتيين يروحوا سوريا ولبنان والقدس بالثلاثينات هذه حقيقة ليش احنا مضطرين نجامل ونطمسها اذا انت تبي تعيش في بلدك تطمس الحقائق وتطلع اللي انت عاوز تقولها هذا شيء يرجع لك لكن ما تجي تطمس حياتي وتعلم عيالي شيء غلط انا لو ذكرتها كما هي رح تهز انا قاعد اقول لك رح يتز المليون مصري في مصر المائة مليون رح يتزوا لو ذكرت حقيقتها فلهذا السبب انا انتقي الفاضي مكل شيء يقال ولكن ليبحثوا المصريين بنفسهم في كتب تاريخ موجودة بالنت قديمة اللفوها ناس عايشوا هذه الفترة مش واحد اليوم جاي يبي يألف شيء قديم لا اللفها كان عايش هذه الفترة ويقول لك شنو اللي حصل هذه المعلومات موجودة بكتب تاريخ انا لو جيد ذكرتها سهل جدا اي مسؤول هنا بدولة الكويت يقول هذا كلام مصحيح سهل جدا مجاملة فما بيحط نفسي في هذا الموقع فانا قاعد اقول لك ابحث احنا اول بعثة تعليم وصلت لدولة الكويت سنة 1932 كتعليم كتعليم من فلسطين المنهج فلسطيني لما وصلوا لكويت كان أورودي عندنا مدارس مبنية في الكويت المباركية و الشرقية كان في معلمين الكويتين متخرجين من الإحساء و جايين ما يفهمون والله لو تقعد تتكلم مني لابعد خمسين سنة هو مش لاقي شيء يتفاخر فيه غير الكشاكيل والأقلام وهذه المعلومة من وين جابوها؟ من وين جابوها؟ هم كانوا عايشين في زمن النحاس باشا و الطاح سين هذا اللي قاعد يهاجمنا الحين كان موجود في هذا الزمن؟ ما كان موجود نقلوها من السادات والسادات كلنا عارفين لما زعل بعد كام ديفيد مقاطاة عربية مو بس قال كشاكيل اولا غلط على حكام الدول ما قال عيب ما قال هذولا وقفوا معاي بالثلاثة وسبعين ما قال عندهم شهداء مدفونين في أرضي عيب اني اطلع اتكلم معاهم يعني لو كان السادات لقي شيء واحد على الكويت يتمسك فيه يتفاخر فيه كان تكلم لكن دور 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 فتش بالدفاتر ما نقل للأربع مدرسين اللي ارسلوا مع اقلامهم ودفاترهم وكشاكيلهم لانه ما كان عندنا قرطاسية في الكويت طيب انت نسيت اولادنا اللي استشهدوا عندك في أرضك نسيت جيشنا اللي طلع عندك قاعد عندك في مصر من سنة سبعة وستين للثلاثة وسبعين ما رجع الى الكويت ست سنوات نسيته وجاي يتذكر وتعاير الكويتين في كشاكيل انا لما نزلت الحلقة قلت انت تعلمت المعايرة من القادة يعني تخيل انت يطلع الان حكام دول الخليج ويعاير المصريين بالمليارات واللي عملوا معاهم بتزعلون ولا ما تزعلون كلكم راح تزعلون طيب ليش احنا مو مسموح لنا نزعل خصوصا انك انت يا ريتي قاعد تقول شيء صحيح انت قاعد تفتري قاعد تتكلم كلام مو صحيح لما تجي تقولي انا بعتلك مدرسين ببلاش لا هم مو ببلاش ابدا مو ببلاش حتى لو سمعت هذا الكلام من مسؤول كويتي مو جاملة هم مو ببلاش هو فقط لانه ما كان في وسائل تحولات ورواتب اوكي فابقى طاه حسين رواتب هؤلاء الاربع معلمين دون انقطع لا لا انا مش هيقطع المرتبات بتاعته وهذا مكتوب يا جماعي في كتب انا قاريها وموجودة بالنت وتوني من اسبوعين ارسلتها لاحد الوزراء قال لي ابي المصدر وارسلت للكتاب وقراه انصدم انه ما كانوا قارين هذه الامور ما تعنيهم النظام التعليمي في الكويت ونهضة التعليم في الكويت وشن الاحداث اللي صارت وليش تم طرد وانهاء خدمات طه السويفي مدير المعارف المصري في الكويت وهددت مصر قالت اذا عينته مدير معارف غير مصري رح اسحب مدرسيني هذه الاحداث كلها مذكورة بس الكويت طول عمرها انت عايش فيها وتعارف انها دولة يعني ما تتعامل مع الدول بطريقة الندية انت تقول انا اقول انت تطلع فضايح انا تطلع فضايح لكن احنا بالنهاية مواطنين لما نشوف الاهانات قاعد تجينا نبن نرد احنا ما جينا تعرضنا للمصريين بدون سبب وردي انا ما كان بدون سبب ابدا ولا كان رد على واحد كما يحاول البعض ان يقلل من اهمية ردي ويعتقد باني انا رديت على شخص انا ما رديت على شخص انا رديت على عشرات الالاف اللي علقوا على فيديو هذا الشخص وانا قلت في الفويس اللي تسرب لي اول مرة صار في مكالمات بيني وبين احد العلاميين المصريين المقيمين في الكويت والله يشهد علي كنت اقول له بالحرف الواحد رد على اولاد بلدك صحح المعلومات انا لو رديت ردي رح يكون كارثة انا عارف حالي وكانوا يستهزئون فيني انه يعني ايش هتعمل وكنت اقول لهم يا جماعة ردوا لما يطلع واحد من المقيمين المصريين ويصدقوا بفيديو ويقول الكويت تعطينا نصر غيف تعطينا نصر غيف ده ما بكفناش ناكل واحنا نشوف بالتلفزيون الوجبات قاعدة تطلع بشاحنات يا ابن الحلال رد على اولاد بلدك انت اعلامي معتمد في دولة الكويت وتمثل صحيفة كبيرة في مصر خذلك مصور واطلع انقل الحقائق لان الاعلاميين في مصر بلشوا هجوم علينا بناء على هذه الفيديوهات ما فيهم واحد قال يعني معقول الكويت اللي خيرها يرايح للدنيا تجي تجوء المصريين لا مش راح اتكلم في الموضوع غير لما اتأكد فيهم واحد من الاعلاميين مسك سمعت التلفون واتصل بالسفارة المصرية تتأكد منه ابدا هل السفير المصري طلع وقال انه هذا الكلام غير صحيح ابدا فصار صمت والصمت يعني انه الكلام حقيقي لانه مش قادر ينفيه من حقنا نزعل واحنا قاعدين نشوف بلدنا شنه قاعد تقدم وغيرنا شنه قاعد يكافئها لما يطلع مذيع كبير مثل محمود سعد في التلفزيون يقول ان الكويت رامي المصريين في خيم في الصحراء بالقو الحردة جينا نطالب الاعلاميين المصريين ردوا يا جماعة ردوا ولا حد رد سفارة ما ردت اعلاميين ما ردوا شنو الرسالة اللي تبت وصلونها انه كلام اللي يقولها محمود سعد صحيح لأ ساعتها احنا راح نرد ونقول هذا الكلام مو صحيح لما يطلع انسان بفيديو وينشره بالفيسبوك منذ ان بدأت الازمة مظاهرات اللي حصلت في المراكز الايواء وطلع يهدد ويزبد هو عمم علينا كلنا الاساءة ودخل في اعراضنا واساء لنا لا وما اكتفى اساء لرمزنا وكلكم شفتوه خليه على جنب انا قبل لا ارد عليه قررت اني ابحث قلت يمكن هذا شخص من المعارضة المصرية اللي مقيمين خارج مصر ويهمهم انهم يعملوا فتنة بين الكويت وبين مصر صح انا جائز وانا من النوع اللي ما ارد علي واحد دخلت بحثت عن هذا الشخص وطلعت فيديوهات لهذا الشخص هذا الشخص شخصية معروفة في مصر لقيت له لقاءات في القنوات الخاصة ولقيت له لقاءات في قنوات الحكومة قناة النيل حكومية ولا مش حكومية حكومية بيتمث من اتحاد اللي داعوا تبسلوا فيه ما اسميه طالع على القناة ويخاطب بالقناة بفلان الفلاني الخبير الاستراتيجي لمكافحة الارهاب يعني شخص معروف وطلع ونزل فيديو اساء للكويت والنساء لكويت والامير لكويت كمان تركتوا على جم قلنا يمكن حالة فردية دخلت على صفحته قبل ما ارد علي و اقرأ التعليقات تعدت فوق المتين الف تعليق و اقعد اقرأ 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 ابي واحد شريف يطلع يقول له عيب احنا ما غلطنا على المصريين وطلعوا لكم اصوات كويتية قالوا لنا عيب لانها بلد محترمة بتلاقي فيها الزين والشين طيب معقولة المئة مليون اللي قاعد يتفاخرون فيهم ما فيهم اثنين ثلاثة يطلعوا يقولوا عيب ما فيه لقيت التعليقات كلها تفوقت عليه بالشتايم فقلت انا معقولة هذول الناس عايشين معانا وهذا الحق كلها في قلبهم علينا الفاظ بشكل مطبيعي ما في حد يدافع انت يا فلان عايش بالكويت اعلامي ما تعد تدخل على صفحته وتقول له عيب عليك هذا الكلام يخافون من بعض لما اشوف هذا كلها جدامي واطنشى وما ارد علي اقول خليه يومين ثلاثة ربما اوعسه الدولة المصرية اللي تتغنون في العلاقات التاريخية بيننا وبين الكويت في شخص ما حيرفع سمعت التليفون عليه يقول له تعالى انت تكلمت ولكن انت تعديت حدودك انت اهنت دولة واهنت رمزها واسأت لنساعها ودخلت في اعراضهم وهذا شيء يسبب ردة فعل عنيفة ولا واحد تدخل هذا الكلام لو احد قايله ضد مصر كان تم اعتقاله خلال ساعتين خليتها لمدة عشرين يوم وكل يومين ثلاثة ينزل الفيديو كل يومين ثلاثة شجع البقية صاروا البقية اللي لابست لي منديل بقوية وقعد على كنبة ايه قيش الكويت اللي شارك في الثلاثة وسبعين هو انتو كنتوا دولة والثلاثة وسبعين هذا جهل الجهل منو مسؤول عنا الحكومة مثل ما احنا حكومتنا تقول لنا منو وقف معنا منو وقف ضدنا وكل دولة شنو قدمت لنا المفروض الحكومة المصرية تنبه شعبها وتعلم عن مواقف دولة الكويت انو لا تستظرون هذه الدولة هذه الدولة في يوم الايام هي انقذت الدولة الكبيرة في امور احنا ما نقدر نتكلم فيها والله نخجل انا واحد من الناس اخجل على قد ما تكلمت الا اني ما قلت عشرة بالمئة من اللي عارفة من المعلومات يعني فيه امور كثيرة طيب هذه مسؤولية الدولة قاعدت عملت مقارنة كلنا نعرف ان لغاية منتصف التسعينات كان فيه هناك مسمى دول الضد صح؟ الدول اللي وقفت مع العراق وكانت المملكة العردنية من ضمنهم عادت العلاقات الكويتية العردنية وتطورت بشكل سريع جدا واصبحت علاقات مثالية لما حاول بعض ابناء الاردن في احد مباريات كرة القدمة انتك تكلم عن مبارات هتفوا لصدام حسين في هذه المبارات شوف رد الفعل وطابق برد الفعل المصري لما بلغ الامر حسوا باستياء الشعب الكويتي مش حكومي حكومتنا ولا تحركت ولا اعترضت ولا جابت سيرة احنا اللي استأنى امر جلالة الملك باعتقال الجماهير كلهم لغاية ما يطلعون مين اللي هتف وطلعوا الاربع وحاكموهم وحيلوا للنيابة بتهمة اساءة العلاقات وبعثوا وجهاء ذهبوا للسفارة الدولة الكويتي قدمون اعتذار رغم ان احنا ما اشتكينا ولا تقدمنا بشكوه تصرف من الاردن نفسها لانها لا ترغب بان يأتي شوية اشخاص يسيئوا لعلاقاتها مع البلدين هذه الدولة الحريصة احنا في دولة الكويت حريصين على علاقاتنا مع مصر وانا اقولها للتاريخ مصر ليست حريصة على علاقاتها مع دولة الكويت ابدا ابدا ومستعد اناقش اي انسان واذكر له مواقف على مدى تسعة وعشرين سنة صمت من الاعلام المصري ومن الحكومة المصرية كان بامكان المصريين يطفؤ النار من وقتها من خلال سفيرهم في الكويت ولا يترك الموضوع يكبر ولكن ترك ترك لان هناك بعض الاشخاص اللي يديرون الاعلام في مصر ماخذين العملية ان احنا اسياد العالم مين دول هذا زمن ولا هذا الكلام انتهى ما عاد الحين في دولة حجم وعدد وإلا الهند صار الثاني اقوى قوة بالعالم مساحة وعدد مليار ومتين مليون احنا عندنا مليون هندي وهم اللي من حقهم يتفاخروا بمساحتهم وانت عارف الحضارة الهندية ويتفاخروا بعددهم مليار ومتين مليون يعني قد المصريين اثنعش مرة ما سمعنا في يوم الايام الهندي قالك اسمع ما تكلمني انا بلد حضارة وانا تاريخ وانا مليار ومتين ما سمعنا هذا الكلام ما سمعنا من ولا دولة ولا سمعنا دولة بالعالم تعاير دولة ثانية دول وقفت مع دول دول اوروبا انقذوا اليونان دولة حكومة كاملة منها الافلاس ما عايروها اش معنى المعايرة تطلق من مصر انا شخصيا مقتنع بان الامر ممنهج ومقتنع بان الامر لعلاقة بالدولة قناعة من واقع معطيات معينة اشوفها حكومتي لا ترى هذا الشي حكومتي لا ترى هذا الشي ما زالت لا اعلم اذا كانت ترى وغضت النظر او انها لا ترى هذا الشي ما زالت الحكومة الكويتية تقولك انه تصرف فردي لكن انا من واقع اللي قاعد اشوفها بالفيسبوك ودخولي للمواقع والاتصالات اللي قاعد تجيني من مصر انا تلقيت اتصالات من مسؤولين كثار في مصر تربطني فيهم صداقة وجدت انه كلهم بيكلموني بنفس يعني يا جماعة هما ما بيعرفوا بعض يعني هل اتفقوا ما هي الرسالة اللي يطلبوها مني؟ كلهم يطلبون مني ما تردش بس طيب اللي عندكم سيبك منه طيب سيبوكم مني اقول لهم انا اقول لي انت تطلب مني ما ارد على فلان وانت ما تبت عاقبة ولا تبت سكته هو حالة فردية انا حالة فردية هو لا يمثلكم انا ما امثل الدولة لازعلانين شنو السبب الزعل انت اسعتلي انا ما دخلت باعراض المصريات ما بي اتكلم في امور ما يكون في عندي دليل مادي في القانون او بالجرائم يكون دايما فيه دليل حسي ودليل مادي دليل حسي لما تكون انت مع شخص في غرفة واحدة وينقتل هذا الشخص والكاميرات تصورك انت طالع من غرفة وما حد دخلها بعدك ولا قبلك هما ما حد شافك انت تقتله ولكن كل المعطيات الاحساس حيوجه الاتهام لك لحين ما تعترف او انهم يثبتوا عليك الدليل مادي فالدليل الحسي يثبت عليك انا حاليا اللي شايفه الدليل الحسي الكويتيون يتعرضون لإساءة من الحكومة المصرية من هو الطرف لا اعلم هل هو وزارة الاعلام هيئة الاتصالات جهاز المخابرات لا اعلم لكن اللي قاعد يحصل واضح انه بتعليمات وعملت عدة مقارنات انت مصري مقيم في دولة الكويت عمرك حدا اساءلك بشكل مباشر عمرك جيت احد تعرضلك طيب هما قاعدين يصورونا ان احنا قاعد نمشي وينهين المصريين والله احنا بالكويت نخاف بالمصريين نخاف بالمصريين نخاف بالمصريين هذه حقيقة لماذا نضحك على ما فقاعدين يحاولون يزرعون بالناس الحقد على دول الخليج الدول الغنية ليش شوف هما يتعاملوا مع كل دولة باختلاف هما ارادوا الاتي وهذا الكلام انا قلته بس علشان خاطرك انت اصريت اني اعيدة بعيدة لكيان بحاول اختصر قد ما ادرك في مصر من بعد ثلاثة وسبعين ماذا حققت مصر كفرحة كانجاز تفرح فيه ولا شيء لا انجاز علمي ولا طبي ولا ولا ابدا حتى الانجاز الطبي اللي كانوا حيفرحوا فيها اللي سمونا صباح الكفتة كانوا حيفرحوا فيه وما نجح ما فيه فكان من بعد ثلاثة وسبعين الانتصار اللي انا من وجهة نظري اعتبره انتصار مزعوم زعلوا او ما زعلوا انا اتكلم دائما حسب تحليلي والقانون ما حسبني على تحليلي انا حق انا انت شايف انتصار انا مش شايف انتصار انت عندك معطيات انا عندي معطيات انا عندي كتب صادرة من قياداتكم في ذلك الوقت لما رئيس الاركان يقولك احنا انهزمنا اجي اصدق واحد مصري بالفيسبوك يقولي احنا ربحنا لما يطلع الرئيس السادات يقول مصر لم تدخل هالافراح من خمس نئة سنة طيب انا اين انجازات اللي تتكلم عنها ما فيه فكانت مشاركة الجيش المصري في حرب تحرير الكويت هي القشة اللي تعلقوا فيها ليعيدوا الفرحة للشارع المصري انه ترى الجيش المصري اللي انتم شايفينه وقاعدين انسى الحصار لنا سنين ترى عمل عمايل وانا شفت نشرة اخبار ارسلت لي تود جديد من حوالي سنة لتلفزيون المصري وهو يزف البشرة للشعب المصري ايامها ما كان فيه فضايات حتى كان الشعار مالهم ثلاث اهرامات يزف بشرة تحريرة لدولة الكويت للناس المصريين في الشارع المصري وانبسطوا فلما يجي واحد مثلي مش قائد جيش ولا وزير ولا رئيس اركان ويقول لهم هذا الكلام مو صحيح مش هيصدقوني لكن انا بالنسبة لي تاريخ الاعلام المصري اطلعت عليه بالكامل مش الجيش المصري وصل مشارف تل ابيب ولا نسينا احمد سعيد ما عندي الصحف عندي صحيفة الاهرام والجمهورية وغيرها الجيش المصري يقف على مشارف تل ابيب الجيش المصري اسقط 700 طيارة اسرائيلية ومصورين حطام الجيش السوري يقترب من الدخول الى حيفة الصحف المصرية بالنهاية اكتشفنا اكتشفنا ان عبر البرليف ووقفت وين انت على حيفة وعلى تل ابيب طيب لما هذا اعلام يكذب بهذه الطريقة انا لو اعلامي يكذب بهذه الطريقة ما يعني بحياتي بعد ما اصدقه لا المصريين من كذب ما هم ببسطة لا ممكن تقعد تكذب عليه كل يوم كذبه وصدقك كل يوم كذبه وصدقك ما عنده مشكلة مدام هذه الكذبة تعطي النشوة تعال الان خل الاعلام الجريدة مصرية تكتب المصريين يغزون المريخ بعد يومين تلاقي المصريين بالفاسبوك انتو عملتو ايه احنا وصلنا المريخ خلاص خذها ما فكر فيها ما حللها ما سأل كيف وصلنا المريخ مهم هذا حرام اللي قاعد يسل حرام تجيني رسائل من دول خليجية هم بيقولوا الاخوان يردوا علينا اشمعنا انتو يا الكويتة ما احنا عندنا مصريين في الامارات وعندنا مصريين في مشعار هذا رد والله العظيم لو تطلعوا على الرسائل اللي توصلني من هذه الدول تنصدموا ولا دولة كلهم ماخذين فكرة عن المصريين فكرة سيئة طيب ليش انت ما استفدت من حضارتك وخليتها تنعكس على اخلاق الشعب وعلمت الشعب انه شلون يكون محترام وحتى لو فعلا انت في يوم الايام عطيت انسان غلبان رغيف خبز ما يصير تجي بعدين تعاير انا اللي عطيتك انا اللي وكلتك هذي مش اخلاق عرب ابدا فاحنا المشاكل مو مع جنسية المصري الغلبان اللي تارك بيته وتارك عياله وجاي يترزق الله احنا نقف وياه ونساعده ونحطه على راسنا من فوق وعندنا شواهد منت بتكلم عنها ايش عملنا وايش قدمنا للمصريين خلال هذه الازمة انا اتكلم عن نفسي وجيراني مصريين ويشهدون في هذا الشيء لكن عيب احنا نتكلم وهذا واجبنا مو مننا على حد والله هذه مسافة السكة انا اشاكك فيها بصراحة انا شخصيا ما اعتقد شوف الحكومة الكويتية مش موضوع الجامل مصريين على فكرة الكويت الجامل للكل هذه حقيقة الكويت الجامل للكل الكويت عندهم سياسة واضح صاحب السمو ويجاء سياسة يعني اعمل المستحيل انه ما يكلك اعداء دائما خل كل العالم اصدقاء لك لا تدخلوا في مهاترات خلوا سياستكم مبنية على علاقات غير مبنية على ردات فعل هذه سياسة الدولة بس احرب نهاية بشر يعني بنغير على بلدنا انت ما تقول لي انه والله وزير الخارجية الكويتي مثلا لو شاف اللي انا شفتها ما ينطهر لو شاف الصور اللي نشرت لصاحب السمو في مواقع مصرية من داخل مصر ما اعتقد انكم شفتوها كلكم ما اعتقد انه لو شافها مش رح ينطهر بس طبيعة عمله تخليه يتعامل مع الحدث بشكل مختلف وهذا حق هذا دولة يعني هذا الجيش المصري يخليه دافع عن حاله ما هو عنده مشاكل في ليبيا عنده مشاكل في سيناء انا لما جيت ضرب مثل في سيناء ليش المصريين اعتقدوا انه اهامة انا هنا صار في اتصالات بيني وبين قيادات عسكرية وانا عندي خالي مش شخص غريب رجل لواء متقاعد ومش واحد عادي بالجيش واحد لثقل علمي في مجال العمليات العسكرية اقعد اتناقش معا فنعمل مقارنة بين ما يحدث في سيناء وبين ما ممكن يحدث في ارض المعركة فالمعطيات العسكرية الان كانوا الدواعش او طالبان او بن لادن تجمعهم في افغانستان وكانوا مسيطرين على دولة باكملها وانت تعرف هذا الشيء ويملكوهم من الاسلحة والذخيرة الكثير يوم ما قررت امريكا تروح تنهيهم نهتهم جيش هذه قوة الان بعدها طلعوا الدواعش في السعودية فجروا مساجد فجروا اشخاص قتلوا وكلنا تابعنا هذا الشيء بالاحداث عمرنا سمعنا الجيش السعودي نزل الشوارع كافي رجال الامن السعودي بقواتهم الخاصة وامكانياتهم قضوا على هذولا كلهم في شهور سحبوهم من بيوتهم طلعوهم من مخابعهم والسعودية مساحتها مرتين ونص اكبر من مصر وعددها اقل لكن قضوا على الدواعش عندهم في البلد ومسكوا امن البلد فانا اجي اقول يا جماعة مصر صدها ثمان سنوات في سينة ومنزلين جيوش واخذوا الاذن علشان يطيروا طيارات لان اتفاقية كام ديفيد تمنحهم من تطيير طائرات في سينة ونزلوا طيارات باتشي ومش عارف ايش وجيش كامل طيب هم قاعدين يحاربون مين كم واحد الف الفين ثلاثة عشرة شنو مدى تسليحهم هذول الناس ليش ما زالت المشاكل مستمرة كل كم يوم يستشهد عشرين وثلاثين ضابطوا عسكري مصري من وين قاعدين يجيبون الارهابيين اسلحتهم كيف مصر عاجزة عن تجفيف منابع السلاح حالي من وين قاعدت تدخل هذول داخل بلدك داخل ارضك انت مش رايح تحاربهم في دولة ثانية انت داخل ارضك وجيش وشغطة ودنيا قاعدت تبحث كم مساحة سينة لقيت مساحة سينة 200 ألف يعني اقريبا خمس مساحة مصر طيب كم عدد سكانها في المنطقة اللي فيها المشاكل اربعمية وخمسين ألف اربعمية وخمسين ألف في منطقة صحراوية مكشوفة بجبالها احرقها ثمانة سنين اولادي قاعدت قتلوا ثمانة سنين وما شفنا ناس طلعوا اعترافات من وين تجيبوا الاسلحة مين اللي قاعد يمولكم اصورهم بالتلفزيون وطلع خلي العالم كله يشوفوا ما شفنا هذا الشي فعشان شذي صار عندي قناعة لنا يا جماعة موضوع مسافة السكة هذا تركوه شيلوه من بالكم لا تبنوا امال هو مشغول داخل بلده ومشغول في ليبيا امكانيات ما في يا جماعة احنا كعرب ما عندنا امكانيات نقل جيوش للخارج لما تعرف كيف يتم عملية التقييم ستعرف من هو عاشر جيش في العالم اول شي لازم تبحث من اللي صنفك عاشر جيش في العالم وعلى اي اساس تم تصنيف اي صنفونه على اعداد سلاح اعداد جنود اعداد سلاح عدد العدد عمره ما يعمل جيش ما فيه جيوش عندها اعداد ما تعمل شي فيه جيوش عندها اعداد كبيرة ما تعمل شي موش تصنفونه يعني اذا كان على الاعداد معناته بكرا لو الهند اعلنت ان عندها عشر ملايين جندي ستصنف اول دولة بالعالم بالقوة لان اعلمت ان عندها عشر ملايين جندي يترك عنك هذه الامور احنا نعرف الجيوش بالمحك وانا واحد من الناس اتكلمت كثير قلت في الكرة الارضية القوة الوحيدة الموجودة في الكرة الارضية هي الامريكا شئنا ام ابينا حتى الاتحاد السوفيتي هذا روسيا ما روسيا انسا انا كنت اروح مع شقيقي الكبير نطلع من ولاية لولاية كنا نمر فيرجينيا ولاية فيرجينيا فيها اكبر قاعدة الدبابات على الشارع شبك فكنا نمشي ساعات ساعات والدبابات ما انقطعت سطرة وراها الاف انت شوف قواعدهم شوف عدد طياراتهم شوف حاملات طايرات هذا جيش هذا جيش لما يقول لي مسافة السكة يجب مسافة السكة لانه هو متوزع في كل العالم منتجر يقدر مسافة السكة يروح حق اي دولة بالعالم وعنده جنود مدربين واكفاء ودعم لوجيستي وامكانيات الجيش يبي فلوس الجيش يبي فلوس ما فيه جيش بدون فلوس دول العراق شلي افلسه مش الحرب ثمان سنوات من اغنى دولة الى افلس دولة من الحرب وعنده نفط يضخ يومي ثلاثة واربع مليون بلوين وافلس مصر ايش عندها كقوة اقتصادية الجيش اذا ما عندك قوة اقتصادية لا تجازف وتدخل الحرب الا حروب خاطفة ابو يومين ثلاثة ايام تعمل عملة وتطلع لكن تدخل في معركة المملكة العربية السعودية قاعدة تدفع مبالغ في عودة في دعم الشرعية في اليمن مبالغ كبيرة بس هذه المملكة قوة اقتصادية مهما طالت مدة الحرب عندها ما عندها مشكلة انت قاعد تعترف لي انك تسقيهم مي مجالي شلون تطلب مني اكلها احنا مالفين هالكواتين تبلوا على المصريين ما احد تبلع عليكم انت تجيب لي رئيس الفلاحين ورئيس نقاء اتحاد المصريين المزارعين يقول لي احنا بنسقي بالمجاري تطلع القنوات تروح تصور مياه المجاري قاعد اتضخ بالماء اللي يروح للزرعة جمعا من الحق يخاف على روح على ولادي والله لو ما في بطيق في العالم الا المصري ما اشتري تجي تقول لي بالكويت فحصوه لما اضمن ان اللي قاعدين يفحصون بالكويت كويتيين حثقوا حثق انه اوكي انه في كويتي لان كويتي في بلدة مش راح ينضي على اكل مسموم وممكن اولاده يكلونه واخته وامه وعيال عمه فما راح ينضي فلهذا السبب احنا متبلين على احد احنا قاعدين ننقل اللي قاعد يجري عندكم حتى الكلام اللي انا اتكلمت فيه عن الجيش وعن حرب ثلاثة وسبعين اللي عمل ضجة انا مش مالفة من عندي موجود باليوتيوب موجود في مذكرات سعد الدين الشاذلي السادات قال الجيش المصري هرب سعد الدين الشاذلي قال الجيش المصري هرب الرئيس حسن مبارك قال الجيش المصري هرب قال انا قاية تمشى عند العباسية لقيت الجنود المصريين باسلحتهم في العباسية طيب انت عارف العباسية وين قلب القاهرة فيقول هذولا احنا النهاردة ستة اكتوبر حرب يعني هذولا حربانين من امتى من ثلاثة الاربع اكتوبر مثلا شاللي جابهم هالمكان هذولا عاوزين مسيرة يومين عشان يوصل من السويسنا ان يوصل هني هذا موجود اللقاء للرئيس حسن مبارك في اليوتيوب انا مفبركة انا قاعدة تبلى يا جماعة في منطق لا تهاجمون الناس اخذ الجملة انا لما يطلع واحد عندي يتكلم مثلا معتز مطر يرد علي مصري هذا اخوان انا ايش علاقتي فيه انا بناسبة انا قاعدة اخذ الموضوع مالا واشوفه منطقي ولا ممنطقي مقنع ولا ممقنع وجدت مقنع ابحث عنه شنو علاقتي فيه اهو اخوان ولا هو مسيحي ولا هو كذا ما يعنيني جنسه ولا شخصه يعنيني موضوعه لكن سياسة تكميم الافواه انه اي واحد يتكلم كلام ما يعجبهم قالوا عنه اخوانه انا طلعت اخوان انا في الفيسبوك المصريين كل مواقعهم كانت رد على الاخواني نادر صلت اخواني يعني عادي توقع هذه الاتهامات معلبة جاهزة يرميها اقسم بالله العظيم وانا قلت هالكلام لريم الشمري وراح تشوف وخلها تقول بيوسف ما قال لي صار في مكالمة بيني وبينها اقسم بالله العظيم انا لغاية هذه اللحظة ما سمعت ريم الشمري شنو قالت وموضوع الوقوف معها جاء مثل ما قلت لك كل انسان انا لو انا يمكن اكبر من هذ السن شوي مو ممكن اكون مداركي اوسع من مداركها قادر استوعب وفوق هذا انا اخر انسان كنت اتوقع اني ارد على المصريين وزعل اصدقائي مني لكن لما اصل الامر لبلدي لا شعوريا رديت فعشان تدي انا اعذرها انا ما ادري شنو قالت ناس قاله وقالت خدم ناس قاله ويخدمونا سمعت انا تجيني شتائم من مصر وصخة اعمل ايش اكبترها واتركها عندي لكن ما ارد عليهم اعمل بلوك 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 في الفيسبوك لكن اكبتر الشتائم بخزيها بخزنا عندي وموبايلي كل يوم يجيني يقول لي ادفع اربعين دولار عشان نزيد البكب من كثير ما تعبه من الشتائم الفيديوهات ومش عرب ايش ريم بنت نحن كلام اللي قالتها ريم هي مش بنت مش كوتية طيب واحد يقول لو لانا كنتم انتوا بناتكم شغالين عاهرات في ملاهي العراق ايش تتوقع البنت ترد عليه مهني صارت عملية تكسير عظم مين يغلط اكثر مين يقهر الثاني اكثر صح غلط حرب اعلامية اما اللي سميها تراشق اعلامي هذا ما يفهم تراشق اعلامي هذا واحد ما يفهم هذه حرب اعلامية صحيح واحد يطلع يقولك هدخل في الاعراض احنا ما ندخل في الاعراض طلع لي كويتي او كويتية تطاولوا على نساء مصر بفيديوهات بهذه الطريقة اخلاقنا ما تسمح ما نقبلها على نفسنا كيف القيادة المصرية ووزارة العلامة المصرية والداخلية المصرية تقبل لهؤلاء ان يسيئوا اللي بنات الكويت مش تقولوا علاقات تاريخية طيب على الاقل يا اخي تجي تحاول تمسح كل الاخطاء وترميها على ريم خلصنا من مبارك البغيلي طلعتولنا بريم خلصنا من صفاء الهاشم من اول مدشرة المجلس مجرد ما تطرقت للتركبة السكانية شتموها ما جابت سيرة مصر اول سنتين ما جابت سيرة مصر وهي تتعرض لهجوب طلعوا عليها قصص يعني يعف اللسان عن ذكره كلام هذا شنو ترهيب ان هذول الناس احنا لازم نخوفهم ونقب عراضهم عشان نسكتوا خايفين على عراضهم نسكتهم انا واحد من الناس ما اسكت اذا هم معتقدين ان هذه السياسة ممكن تخرصنا لا انا تبتسجني ارميني بالسجن واسحب الموبايل مني تسكتني لكن طول ما فيها الاشكال تغلق علينا بهذه الالفاظ نبين نرد عليها مش حبا في الرد ولا اثارة فتن ولكن الى ان الدولة هناك تعي ان اللي قاعد يحصل من عندها خلل من عندها الالفاظ النابية اللي اساءت لدولة الكويت الشعب الكويتي ما يقبل تبتسيئلة وما تبيرد مستحيل انا ما عرفه وهو ما يعرفني لقافتها يخليها حقه انا في ناس وايد قالوا كلام اعتذروا لمصر او عملوا انا دشيت عليهم قلت لهم انتوا ليش تقولون هالكلام انت تؤمن بالرأي والرأي الاخر المفروض تسد حلجك وتسكت انت في مصالح لك مع مصر شيء يرجعلك لكن ما تحجب رأيي ولا تعتقد حالك انك انت تملك انك تفرض علي لا لا انت ولا اللي اكبر منك يملك انه يفرض علي اذا انت عندك ناس يتوجهك انا ما عندي ناس توجهني انا حبي اللي بلدي هو اللي يوجهني وارد بالاتي لما قال احنا عندنا اثنائش ما ياربعتعش الف طالب في مصر انخاف عليهم هذا الكلام فيه اساءة بالغة لمصر لان معناته مصر مش امان لأولادنا وان مصر عاجزة عن حماية الاربعتعش الف الكويت اللي موجودين في مصر والمليارات اللي يتكلم عنها في مصر هذه مليارات دولة محمية بقوانين دولية خايف عليها الدولة مسؤولة عنها معناته قاعد تسيء لمصر ان مصر ممكن ردة فعلها تقتل اولادنا وتسرق اموالنا هو مفكر حاله ذكي لما يتكلم بهذا الكلام هو اساء للمصريين يعني كأنه يقول له الكويتين يا كويتين دربالكم ترى مصرين مش كويسين ممكن يضرون اولادنا ممكن يبقون فلوسنا صح ولا لأ نفكر حاله عبقى يفهم بالإعلام الإعلام مو بها الطريقة هذا الشغل تطبيل مو شغل إعلام خلي عد للعشرة قبل لا يقبط الكلمة انت منو عشان تفرض علي انا اش اقول له لا ما اقول لا انت ولا اللي اكبر منك تقول لي تنتقم انتقم من منو انت تعرفني عشان اعرفك انت تعرف شنو علي انا في مصر تعرف شنو علاقاتي في مصر عشان تقول لي انتقم عندي علاقات في مصر اكثر من علاقاتي وعلاقات مع الزبن شيفة ماذا انا عندي كتب وموقع ليها احداء شيخ الازهر وعندي صور وهو قاعد يوقع لي الكتب ورحت التقيت في ثمن وزره خلال ثمانية اربعين ساعة في مصر منو انت؟ انا اول شخص وهذا الكلام منشور في الانستغرام ادخل صبحتي في الانستغرام اول شخص بالكويت يوقع اتفاقية تعاون اعلاني بين شركته وبين اتحاد الاذاعة والتلفزيون موجودة صور التوفيق الاتفاقية بيني وبين شكري ابو عميرة وشكري ابو عميرة هو المخرج على فكرة مال اوبريت الليلة المحمدية اللي حصل ايام الاحتلال في عبدالله ويشد وموقع مع اتفاقية اعلامية انا في سنة الفين وخمستهاش اول فين ستة عش جاي انت بتقول لي انت منو؟ انا تاريخي شرفك عندي تاريخ انت ما عندك تاريخ انا زاولت كل المهل الاعلامية كل شيء قصص كتبت وسوي خمس رسلات انت شنو تاريخك الطب الحق افلان والطب الحق اعلان تشتغل حق هذا ترويج انتخاب اعلام انا مشتغل الشغلات ليش ارشح مو شغلي هذا انا جاب الشغلي اقعد انا مو مال اني اطلع مجلس الامة في الكويت من اسوأ المجالس مجلس الامة في الكويت ما تقدر تأخذ مننا قرار في نواب زينين لكن شنو سووا حق الكويت قانون واحد خلى يطلع نائب يقضب ورقي يقول هذا قانون طلعنا لمصلحة المواطن ما فيه ما فيه القانون اللي طلعونه لمصلحة افراد ما ينطبق اللي على اربعة خمسة بس المواطن اش طلعوا لقانون انا بروحي شا سوي تعال يبلي عشرين نائب بايعينها ما عندهم استعداد يأكلون حرام ويغتشون ويصوت بالاستجواب مقابل مبلغ ويصوت حق الرئيس الفلاني مقابل مبلغ يبلي عشرين نائب اقول والله ممكن نسوي تكتل وندخل نفرض قانون لكن انا بروحي شا قدر اسوي ما قدر اسوي شي ادخل احرق روحي واطلع لا خلني قاعد بين عيالي احسن لي ما عندهم نائب مجلس الامة وين بيشوف عياله بعدين انت عندك شعب عنده وائد مشاكل شو تلحق عليه كل اثنين عندهم مشكلة ما تلحق جمعوا مجموعة والله يون نقعدنا بنسوي كذا كذا اوكي ما عندي مشكلة لكن انا بروحي لا ولا افكر في الموضوع ولا عمري فكرت فيه ولا قايت هذه اللحظة ولا افكر فيه ولا اني انا ابي امن خط رجعة انا ممكن اتهرب من السؤال لا انت سألتني اليوم يوم الاربعة تاريخ جنب اليوم عشرة الستة انا قاعد اقولك لغاية هذه اللحظة لا وقلت من اسبوع لا بس بالنهاية يخلق الله ما لا تعلمون ما نعلم ما نعلمش يصير باتشر عقبل لكن انا من داخلي مش واردهر ان شاء الله ابدا وعيالي سألوني وقلت لهم لا ولا افكر في هذا الموضوع اللي يعتقد ان انا قاعد اتكسب انا مو محتاج اتكسب من فلان ومن علام انا الحمد لله مكتفي ومستور وما في احد يطالبني اللي يطالبني دينال خليطيق عليه الباب انا مقتاح لا مديون حق بنك ولا مديون حق شركة سيارات ولا مديون حق بطي اجامل منه ما جامل لحد بلدي